افتتح الرئيس عبدالفتاح حسيس عددا من المشروعات الخدمية في محافظة طيقنا وصهاج خلال زيارتها اليوم لعدد من محافظات الصعيد تضمنت المشروعات الجديدة صوامع القمح بقرية المراشد التابعة لشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتمويل من دولة الامارات العربية تحت اشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كما افتتح الرئيس عددا من وحدات الاسكان الاجتماعي والمميز وكذلك كوبري نجح حمد الجديد عبر الفيديو كونفرنس وعددا من المشروعات الزراعية والتجارية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين فضلا عن محور كوبري جيرجا على النيل وكوبري طاطا على السكة الحديد